بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الجزء من المحاضرة رح نكمل أنا وياكم مع فحص مهم جدا فحص ممكن تتعرض له هو فحص بسيط لكنه مهم رح نحكي عنه شوي بالتفصيل رح نحكي أنا وياكم هلا عن فحص الأوكلت بلد أو فحص الدم الخفيل طبعا فحص الأوكلت بلد أو الدم الخفيل هدف منه انه نشوف هل في عنا بلد عم بنزل مع الستول ولا لا باختصار يعني هاي هو الهدف الأساسي من الفحص انك تشوف في بلد مع الستول ولا لا ممكن انه طب مثل ممكن نعمل ستول أنلسز عادي او ممكن نعمل يعني فحص براز عادي منه اخذ عين البراز مع normal saline ومنحط تحت الميكروسكوب ومنشوف انه في عندي ربيسيز ولا لا هلأ في حالات معينة ما بيبين فيها ربيسيز يعني تحت الميكروسكوب فلازم انت تعمل فحص الدم الخفي أصلا هو مشا نهاك اسمه across the blood او الدم الخفي المخفي او الدم العقا لكن طبعا مس يعني في حالات ممكن يطلع فيها 지배 positive ويطلع فيها علينا blood تحت الميكروسكوب في فحص الاستول العادي نعم في حالات ممكن يطلع فيها لحالتين positive بس في حالات كثير ممكن يكون فحص البراز العادي يعني انك تشوف عينة البراز تحت الميكروسكوب سلبي او ما فيه بلد بينما يكون فيه عيندي دم خفي مع البراز على كل الاحوال رح نحكي انا وياكم على السريع عن فحص الاوكالت بلد طبعا انا حاولت هون هيك اكتب لكم بعض التفاصيل البسيطة عنه طبعا حتى تعرفوا طبعا فحص الاوكالت بلد احنا منشوف انه الاشي الطبيعي انه فقط بالنسبة للوضع الطبيعي فقط كمية بسيطة جدا 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 من الاربيسيز ممكن تلاقيها في الستول يعني لا تتعدى بالفيلد حبة او اكتر من هيك معناته في عندنا مشكلة اهم الكوزز اللي بطلع فيها فحص الاوكالت بلد طبعا فحص الاوكالت بلد هو بحكي لك يا اما فيه دم يا اما ما فيه يعني هو الفحص كوليتاتيب فحص نوعي وليس فحص كوينتيتاتيب يعني انت ما بتقدر تعرف قديش الكمية انت فقط رح تعرف هل فيه دمخفي او ما فيه دمخفي طبعا كل ما فيه ما بالق struggles هؤالي ههة من ال shapes الcorام خصوصة الأورام القولون خصوصا أورام القولون أو اي أورام حتى ممكن بعض أورام المعدة أو أورام القولون أو أورام الكثير من العام النتستين بشكل عام أورام الأمعائي أيديينغب يا ببعض بين 낫راكب أو مع بوزتيب أوكلت أبلد في عنا حالات مثل الألسر أو مثل القرح القرح خصوصا في الأمعاء سمح أنتوا عارفين أنه الألسر ممكن تكون ببتك ألسر يعني في المعدة أو ممكن تكون كمان في عنا ألسر في الأمعاء هلأ أي ألسر بالعادة بالعادة بترافق معها أوكلت أبلد بوزتيب كذلك الأهمر واحد من أسباب أوكلت أبلد الإسكيميا الإسكيميا جماعة يعني نزيف او هيمولوسيز معينة بنتيجة انه دم مش واصل لمنطقة معينة في الانتستن او نتيجة عفوا النزيف في منطقة معينة من الانتستن ممكن تكون الاسكيميا هاي بسبب انفكشن بعض انواع من مثلا من الطفليات زي الجيار ديا زي الاميبة ممكن تعمل تقرحات في جدار الانتستن وهذه التقرحات ينتج من خلالها دم والدم هذا يعمل لي اسكيميا فيعمل لي اوكل تبلد طبعا بعض الانواع من الانفلاميشن او الالتهابات مثل البول مثل البول انفلومنتر الدزيز اللي اخدنا او الالسلاتي في كولايتس كله هاي ممكن يعطيني بوزتب اوكل تبلد فيه شغلة اه طبعا الهيمورايتس وهذا كتير مهم اللي هو البواسير اللي هو البواسير البواسير من اشهر الاسباب اللي بتترافق مع اوكل تبلد اذا البواسير او الهيروهويد او الهيموهرويد اللي هو البواسير من اشهر الاسباب اللي بترافق معها اوكل تبلد كذلك الامر فيه سبب طبيعي هو بعض الانواع من الغذاء يعني واحد راح اعمل التحليل بعد ما اكل كميات كبيرة من اللحوم خصوصا للحوم الحمراء طبب مثل شو خص اللحوم الحمراء في انه انا يصير في عندي بلد في السطول هلا شوفوا اول اشي ممكن يكون هذا الاشي نتيجة انه جسمك عماله بيكون هيموغلوبين بكميات كبيرة وعماله بيكسره فصار عندي شوية نزيف بسبب الاكل او غير نحكي اتفاع في الهيموغلوبين بسبب الاكل هلا فيه اشي تاني اهم من هذا الكلام انه فيه ناس بتاكل بعض انواع اللحوم زي اللي بتطلبوه مثلا رو بوكلو لحم ناي او بوكلو نحم لحم متوسط النضج او قليل النضج هلا هذه الشغلات الا بيكون فيها لسه من دم الحيوان نفسه او من دم الانيمان طبعا جسمك بتخلص مع من هذا الدم الفاسد او من دم الحيوانات التانية زي يعني مثلا دم لحم البقر او اشي اللي بيكون زي ما حكينا في شرائح مثلا الستيك اللي متوسطة النضج او قليلة النضج اللي بيكون لسه فيها دم يعني مع البراز كذلك الامر مثلا اذا اكل دجاج يعني مش منظف كويس لسه في بعض الاثار من الدم ممكن هذا الاشي يؤدي طبعا الى بوزيتف لأكل تبلوت هلا في عنا زي ما حكيتلكم انه بعض الاغذية اللحوم او الاغذية اللي بتحتوي على الحديد ليش؟ لانه الحديد بتفاعل مع البفر او مع المادة اللي اللي منستقدمها بالفحص يعني هلا شوفوا هلا يا اما هلا بنسبة نعيد النقطة هاي حتى نركز عليها انا وياكم بنسبة للتايب اوف فود او اللي هي انه مشكلة انه يصير انا في عندي اكلت بلد بوزيتف مع التايب اوف فود او من التايب اوف فود اما انه واحد ماكل لحم غير ناضج او او وهو الاشي التاني واحد ماكل اللحوم اللي هي بتكون غنية بالحديد او مااخد اشي ماكل اشي في مصادر حديد ليش؟ لانه الحديد بتفاعل مع البفر او مع المادة اللي انت بتستخدمها بالفحص هلا لو ايجينا نحكي طبعا نقطة مهم كتير كمان انه هذا الفحص حتى احكي انا انه بوزيتف لازم المريض يعيده تلات مرات في اكتر لازم المريض يعيد تلات مرات في اكتر ويكون مش ماكل قبليها زي ما حكينا مصادر لاي الحديد طبعا الكت عندك بيكون عبارة زي الكرت الكرت هذا وراح انزلكم صورة الكرت هاد بتفتحه بتلاقي مكانين المكان الاول لا العينة والمكان الثاني للكنترول لازم كل مرة استخدم الكنترول لا بتحط العينة في المكان اللي هو للسامبل ويضع فيها البفر او الرياجنت اللي بيكون مع الكتر وبتحرك في الودون ستك حتى في مرات بيكون في معاود ستك خاصة فيه بتحرك في الودون ستك البفر مع الستول وبعدين بتسكر الكرت و بتفتحه من الخلف لماذا بتفتحه من الخلف حتى تشوف النتيجة اذا طالع عندك اذا صار اللون الستول سامبل صار لونها بلو معناته الفحص بوزيتف واذا ضل لونها براون معناته الفحص بوزيتف طيب شغلي كمان مهمة كثير طبعا هايك هون كل الحكي اللي انا حكيته عن الوكلة بلد متى بيكون بوزيتف انفلميشن اسكيميا آلسر تيومرز الى اخره لازم طبعا تعمله ثلاث مرات حتى هذا لازم يكون المريض مش ماكل اشي في ايرون او ميت ليش لانه حكينا هذا الاشي بعطيني فولس بوزيتف من الكت او من البخر ممكن يتفاعل معاه ويعطيك نتيجة ايجابية خاطئة طيب طبعا بالنسبة له البلد تست هدول هونه اصده يعني بشكل عام اصده بشكل عام عن كل مشاكل الجاسترو انتستينال تراكت يعني الويت بيسيز يعني مش اصده انه بس عن مشاكل الابدومين الكافيتي اصده عن مشاكل الشابتر كليته الويت بيسيز طبعا ممكن يكون في عندي طبعا اذا كان اي مشكلة صارت عندي في الجهاز في مشاكل زي ما حكنا الجهاز الهضمي مشكلتها انفكشن او انفلميشن راح تلاقي اكيد الليكوسايت عالي طبعا كلمة shift of the lift يا جماعة يعني زيادة في عدد الويت بيسيز يعني زيادة في عدد الويت بيسيز طيب الاربيسيز والهيموغلوبين انه ممكن يكونوا نورموستيك يعني يعملوا نورموستيك انيميا ممكن يكونوا ماكروستيك ممكن يكونوا مايكروستيك طبعا هذا الاشي حسب ايش المسبب طبعا اكتر اشي بيسبب اصلا الانيميا اللي هو زي ما حكينا المال ابسوربشن او الببتيك آلثر او بعض المشاكل مشكل مشكل الشبتر كانت تعملي انيميا لكن وممكن طبعا تكون الانيميا هاي ميكروستيك اذا صار عندي سوء امتصاص للحديد مثلا عندي ميكروستيك اذا صار في عندي انا متحنية انيميا او سوء امتصاص للبيدولف زي في حالة بكتر في حالة الكورونيك في حالة غستريتز الاسر يمكن ان يكون مرتفع كذلك اذا كانت عندي المشكلة فيه سببها التهاب البيتيم سيكون مرتفع او يطول اذا كانت المشكلة او مرتبطة بفيتامين كي بالنسبة لعناصر الصوديوم والبوتاسيوم ممكن تكون ديكريز خصوصا اذا ترافق مع اي مشكلة من مشاكل الجهاز الهضمي اسهال او مراجعة لانه يؤدي طبعا الى فقدان كميات كبيرة من العناصر كذلك الامر البي اتش والسي او راح تزيد كعرض او كنتيجة للفوميتينج والديارية الالبومن راح يكون بالاغلب نازل وطبعا هذا الكلام مش في كل امراض الجاسترو انتسينال فقط في المال ابسوربشن بالنسبة لالكالسيوم كذلك الامر سيكون ديكريز في المال ابسوربشن طبعا انا اللي حكيتم هدول يا جماعة لهم دخل بشو؟ لهم دخل بكل الشبتر يعني بشكل عام بشكل عام القراءات المخبرية لهذا الشبتر بشكل عام ليس للأبدومين ولا للمال ابسوربشن لحاله ولا للاشي لحاله ونحن فصلنا اصلا في كل واحدة فيهم اكتر من المطلوبة لحد هون انا بكون خلصت محاضرتنا اليوم وخلصت هذا الشبتر بنكمل المرة الجاية ترجمة نانسي قنقر